موسيقى وإلى الأخبار المحلية حيث عقد الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني اجتماعه الأول بمبنى اتحاد كرة القدم بالجزيرة اليوم حيث تم وضع الأسس العامة لعمل الجهاز خلال الفترة القادمة وحضر الاجتماع الدكتور علاء عبدالعزيز مدير الفريق ومعتمد جمال المدرب العام ومحمد شوقي وواء الرياض مدرب الفريق وأسامة عبدالكريم مدرب حراس المرمى موسيقى أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن الموسم الحالي سينتهي 21 مايو كما كان محددا من قبل من أجل منح الفرصة للمنتخب الوطني للأعداد للمشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا وأضف عامر حسين أن الفيفا طالب الاتحادات الأهلية بإنهاء المسابقات قبل نهاية شهر مايو مؤكدا أنه يعقف على إنهاء جدول الدوري وكأس النصر خلال الساعات المقبلة وطلب حسين الأنبياء بمساعدة اتحاد الكرة خاصة وأن الموسم الحالي استثنائي موسيقى موسيقى قررت لجنة المسابقات برئاسة السيد عامر حسين يقاف محمد إبراهيم ودير الكرة بنادي الاتحاد مبارتين وتغريمه 20 ألف جنيه لنزوله الملعب في مباراة فريقه أمام الأسيوتي بدون إذن وتحريض لعبه على الانسحاب كما قررت اللجنة تغريم نادي الاتحاد عشرة ألاف جنيه لما بدر من مرافقيه من سلوك غير رياضي وتوقيع نفس الغرامة على نادي الأسيوتي لنفس الأسباب وإيقاف علي ماهر المدير الفني الأسيوتي أربع مباريات بسبب السلوك غير رياضي وإيقاف كل منه هشم الدسوقي مدرب حراس نادي النصر وأشرف حمد مدير الكرة مباراة بسبب الاعتراض على حكم المباراة المقاولون والنصر بطريقة غير لائقة تأكد غياب كريم حافظ ظهير أيسر لانس الفرنسي عن معسكر المنتخب الوطني في مارس المقبل بسبب الإصابة وتعرض اللاعب للتواءن في الكاحل يغيب عن أثره لمدة لن تقل عن 45 يوما ولن يتواجد في معسكر المنتخب الذي سيشهد خوض وضيتين مع منتخبات البرتغال واليونان موسيقى